أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز تركيب الكاميرات لمراقبة الخدم في البيت وهل إذا أعلمناهم يعني ينتفي مثلا لا يكون الإنسان آثم أم محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لوضع الشخص الكاميرات في البيت لمراقبة البيت لحراسة البيت هذا أمر لا بأس به فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في كلب الحراسة ولا شك بأن الكاميرات تقوم بدور أكثر مما تقوم به الكلام خاصة في البيوت وكلب الحراسة المقصود فيه حراسة الغنم حراسة المزارع حراسة العزب مثلا الكلب لا يدخل في البيت هذا المقصود ولذلك وضع الكاميرات لا بأس به الأمر الثاني بالنسبة لمراقبة الخدم إذا كان والله بعلمهم يعني توضع الكاميرات في المطبخ توضع الكاميرات في أماكن الغسيل مثلا ويقال لهم بأن هذه كاميرات ما في بأس ما في بأس لأن الخادم أو الخادمة سيحتاط لنفسه أما وضع الكاميرات من دون إذنهم هذا تخوين وهذا يفسد الخدم على أهل البيت ولذلك إذا اكتشف الخادم أو الخادمة وجود كاميرا مخفية مثلا فإن هذا سيفسده وأيضا قد يكون الإنسان في حالة لا يجوز للإنسان أن يلتقط له صورة مثلا وهذا حرام ولا يجوز زيادة على أن يحرم وضع الكاميرات في داخل الغرف اللي ينام فيها الخدم مثلا هذا أمر محسوم لكن أنا أتكلم على الكاميرات التي توضع في مثل هذه الأماكن بشكل مخفي هذا تخوين ولا يجوز والأصل في الناس السلامة والتعامل معهم بصدق وأمانة أما إذا أخبروا بذلك لا بأس بهذا